السلام عليكم و اشراكم و انشاء الله تكونوا بخير و الاخير و تلقاكم لانو في الفيديو كامل بصحتكم و ام تانيين يا رب اليوم سوف نشارك معكم هذا الفيديو اللي فيها الفتحة تع صاحبتي بزاف بزاف يا لبنات فرحة الها ربي يكمللها و يهنيها ان شاء الله و لا تنسوش انتو ما ثانية تدعيوا لهم ربي يكمللهم بالخير سوف نشارك معكم كلش اللي دي تايتها على الفتحة كيفاش فاتت سوف نشارك معكم كلش وش حطت وش دارت و الحوايش تعال ديكور كامل اول حاجة لبنات كما راكم تشوفوا انا درت لهالي تغطلت هاذو بلقاناش تاع شوكولة جاو بزاف بزاف بنان رح نبرتاجي معكم هكا على الوصفة في المنتدى باذني الله و في الانستاقرام بتاعي شهراشيشي ما تنسوش تضربوطلة على الانستاقرام بتاعي رح نبرتاجي معكم الوصفة باذني الله تكون مكتوبة باس كلبنات ما صورتش اللي غالب كنت مزروبة ما صورتش الوصفة بلي دي تاي صورت لكم غير هكا مقططفات هذا وش كاين كما راكم تشوفوا لابات وش درت فيها نعطي لكم وصفة هذي اللي يدير لكم 30 حبه حتى ال34-35 حبه تعالي تارطلت يكونوا بحجب متوسط فلابات درت 250 قرام مارغارين طرية حتيتها في غي سيبيو درت معها ربع مغارف كبار زيت مع كس سكر ناعم مع زوجي حبات بيض ورشة تعملح ونخلط بيدي هذ كامل مكونات في غي سيبيو هذيك اللي حتيتهم فيها نخلط بيدي ولا بالفوي مليح ومبعد نزيد زوج كيسان فارينا مع نص مغارف صغيرة خميرة الحلوة فوالا يعني الفارينا اللي بنات فوتوها على الصفاية هكذا باه يروحوا منها هذك ليبول تاحا ومبعد شوفوا اللي بنات ما تنسوش ثاني لاباني ومبعد هنا اياه كيتحطوا هذ الفارينا تخلطهم ليح لابات داعكم بعد ما تخلطوا لابات داعكم تبدأوا تضيفوا في الفارينا بالتدريج حتا تحصلوا على عجينة حكا تكون ترية ما تكونش ناشفة جيبوا ليمول تاعكم عفوا هذو التالي تاغ طولات تحطوا فيهم هذك لابات بسون كيكون متوسط المارقي يقبزه مخشين ومبعد تتقبوهم هكا بالفرشيتا كيما راهم وضح في لي تار طولات هذو وطيبوهم وراني نسيت ما قلت لكمش على اللابات داعكم خليوها نص ساعة في الفاريجي دار ومبعد بدأوا تفتحوا فيها وطيبو كيطابوا اللي تغطلتها كيما راكم تشوفوا جبت هذ المرجان الكريمة هذي تاع البندق قراني نفاغسي بها هذو كلي تغطلت كيما تقدروا تفارسيوهم باي حاجة تحبوها انتوما نسلي ولا طفيا كرامل ولا شوكولات اغطيني اي حاجة تكون متوفرة عندكم تفاقسيوهم انا خيارت هذ المرجان بقى تكون البندق تحم بنينا وبالفعل شاو بزاف ابنان يعني البندق تحم مش نورمال كيما قلت لكم فاقسيت هذلي تغطلت هنا راني قاعدا نصور لكم كيما راكم تشوفوه جدتهم كامل وكانوا هنا مازال حبات اخرين راهم يطيبو ومن جيهة اخرى راني قاعدا نخدم في القانش او شوكولات تاعي راني جبت كاسخول هيكا حطيت فيها مية وخمس وعشرين قرام حليب مع ثلاث مغارف كبار بودرت شانتيي حطيتهم يغليهم مليح كيغلاو هزو الغليات تاعهم حطيت عليهم متين قرام شوكولات نوار فوالا ونحرك مليح بالفوي كنت تحصل على قوام هكا الدوب لهذيك الشوكولات قوام كريمي ونفرغ هذك الخليط فلاسيات ونغطيه كبابي فيلم بسح البابي فيلم هذك نغطيه يعني يكون يلامس هذيك الكريمة باهم يديرناش هذيك القشرة ونحطه دوكوتي حتي يعني يحكم روحو متحطو مهلا في الفريجيدار لوالوه بالخفره ويحكم روحو ونبعد كي يحكم روحو نجيب الباطر ونطلع هذيك الكريمة رح نحصل على هذي القاناش شوفوا البنات يعني قوام بتاعه ورائع ومع يتزيدوا تحتهم شوي في الفريجيدار رح يحكموا روحو بياخلة نسبة لابوشة دوي حتيت فيها اندوي هيك اللي يكون فيها ستة ولا سبع سنات هذك العادي اللي موالف عدي ما نخدم بيه كي ما راكم تشوفوا يعني لابوشة هذه ما نستغناش عليها يعني من اللي شريتها هي كي ما را هي يعني ما تقطعت لي ما فزدت ما ولو نخدم بيها كلش هيكا نشري لي دوي بركن بدل لي دوي هذا مكان بس لابوش هي خليتها هي هي كانت هذه هي النتيجة الاخيرة كما راكم تشوفوا بعد ما احكم هاذا كل قانا شروحوا اللي تاقطوا للتاعي كنت فاقصيتهم كامل وديكوريتهم كما راكم تشوفوا وحكمت هذوك الحبات التعلي بندق كل الحبات نقسمها هكا على زوج ونشبه بها وزد لهم ثاني الفايدور كما راكم تشوفوا هذه هي يعني انا تزين هذا انا اللي خيرته وانتم اي وحدة تحب ديكور وحدة اخر تديروا نورمال هذه هي البنات الوصفة اعطيتها لكم هكا على السريع هذا مكان بها ما تجيكم شرا فيديو بزاف طويلة كما قلت لكم الوصفة راح نكتبها ونبرتجيها معاكم في الانستغرام اللي تابع القناة شهراشيشي ونبرتجيها معاكم ثاني هنا في المنتدى هذا التعليقات وكانت هذه هي النتيجة بالنسبة لتاقطولات هذو يعني صاحبتي العروسة هي اللي قاتلي خدميلي لتاقطولات قاتلي راني خدمت خورين لنسا مينتي خدميلي نحطوهم يعني لرجال قتلها ما يكون لا خاطرك انا قلت لها وش تحبي انت نخدم لك انا نخدم لك قلت لي اوكي ديري اللي تارطولات قلت لها ما عليش وكانت هذه هي النتيجة بس حاولها النا لتاقطولات هذو طيب توم لافي ومع صباح ديكوريتهم كيمان راكم تشوفوا بعد ما كملت ديكوريتهم صورت لكم رحت تدوشتوا فت هنا يا الحفاف راني رحت لصالون جي جي هنا في بوحماما خدمت عندها يا لبنات وخرجتها راضية بخدمتها الله يبارك وكي ما قلت لكم هذه الحفافة انا عارفها من اللي كنت صغيرة دي جاكي كنت ثانية ثانوي كنت في الليسي درت عندها فورماسيو لمدة شهر ونص خدمتها يعني الله يبارك وهنا كيمان راكم تشوفوا وبعدها رحت عند العروسة دار العروسة انا راني قاعدة مع صاحبتي كنت نصور فيها يعني صورتها هكا دي فوتو هكي بتليفونها وبعد قلت لها خلي نصور شوي بها نترطاجي مع البنات يشوفوا وش حطيتي ويددوا هكا فكرة بالنسبة لبنات اللي تشوف اي حاجة هكا وتحب تصقصي عليها هنا في بوحمامة ولا في خنشلة أبعثولي بارك في الانستاغرام بتاعي رح نجاوبكم واذا ما عرفتش حاجة رح نعطي لكم الكونت فيسبوك بتاع العروسة هي اون بارسون تحكيوا معها ويدلكم هكا على اي حاجة ولا فكرة تحبوا تديروها فوالا نبدأوا لبنات بوها حطت شوفوا خدمة هذلي تغطلات حطتهم وحطت الماء وليجي وحطت الثاني هذا الزيراوي يعني في العلوب هذو الفردية رافقتهم مع البن دارتهم في ليبوتاي هذوك البنات اللي خرجوا جزد هذوك الضوائر كانوا هنا في الفريجيتان مازال ما حطوهم شبه ما يفزدش هذك البن ما صورت لكم مش الله غالب كنت صورت لكم واش حطوا هنا مع الول هذا ما كان كيما قلت لكم حطوا هذلي جي لسقوا معاهم كيما راكم تشوفوا هذو كليتيوب وكيما راكم تلاحظوا كل شي يعني التام تاحة دارتهم في الغوز ومع الكروفات ووالا يعني خرج كل شي بطبع وشان الله يبارك هنا حبيت نعط لكم هذو البوقالات كيف خدمتهم بلك تديرو هيك فكرة اللي عندها ايفان مو ولا تحب تهز فكرة ولا ما عمباليش أناكش عفسها تشوف برك بلك نفيدكم شوفوا لبنات حطتهم في هذلي طاب اللي كانت كراتهم يعني كرات الدكور هذو كامل نورمال موم عند وحدة ما نعرف في قيسية ولا خنشلية هذو هما وخدمت لي صعلي هذو كيما قلت لكم يا لبنات ليزي سكيمو عذوك صعلي وخدمت ثاني ميني شاورما فوق لاطاب الليل قدام حطت لي بوات تعلقاته راح نقرب بنصور لكم لي قاتوا لي خدمتهم وحطت لهم في بوات هذوك يعني لبنات كل شي تاحفات الله يبارك كما راكم تشوفوا صورت لكم بلي دي تاييني كلش كلاسو يعني افكار هايلين بالنسبة للمناسبات اللي عندها اي مناسبة ولا تهز من هذو الافكار انا صورت لكم هذو السنة شوفوا دارت لهاذو الكيسان تاعتاي حطت فوقهم هذو المكسيرات اللي خدمتهم بهذه الطريقة حطت لهاذيك مع مباليشة ناسو تارتولات هذيك صغيرة حطوا عليهم هذو المكسيرات لسقوهم من بالك بالبيستولي ولا ولا القليكوز انا نعطي لكم فكرة يا لبنت قدروا تلسقوهم بالكليكوز راح يلسقوا معاكم فاصل مو وما يتحركوا موالو وشوفوا ثاني حطت المقرود والبقلاوة والقريوش وخدمت هذوك اللي سغفيات كاميراكم تشوفوا كتوب عليهم اف وثاني خدمت هذوك اعواد السكر هذوك اللي رافقوهم مع لاتاي نورمال مو ولا القهوة خدمتهم في الغز والبلون كيما قلت لكم تامتاحها هراهو في الغز هذه هي شوفوا لبنت افكار يعني معني فيك والله اللي عندها اي مناسبة تدخل برك الفيديو هذا ولا اللي تعرفوا حدا عندها ايفان موت بارتاجي معها هذو الفيديو وحطت الثاني هذو اللي كانت خدمتهم عند هذو كتاع ديكور اللي خدمتهم في سناوات هذو التاع القهوة يعني الحواج هذو تاع ديكور غاسي وكامل راهم يعني خدمتهم سيغ كوموند وهذي اللي كانت لعدات تاع الفتحة تاعهم 16 ديسمبر اه انا هذو ان نفتاجي معاكم الفيديو باسكو كنت نخدم لها في المونتاج قلت ندير لكم فيديو هكا مليحة ونحط لكم الافكار كامل لميت لكم شوية لي فيديو لي فوتو بها نفتاجي لكم حاجة مليحة وهذا العطابل تاع الحناء شوفوا فيها الديكور تاع الحناء فيها هذا المصحف فيها الكيسان فيها هذا الورد المجفف وهذا العطابل تاع الحناء شموع هذو ثاني يعني حواج كامل تاع الحناء شموع هذو ثاني يعني حواج كامل تاع حاس هذو يعني مانيفيك هايلين بزاف هنا هذو العطابل حطو عليها الحناء ويعني حنو لها على العطابل هذي كان ديكور تاعها كما راكم تشوفوا راني قاعد نصور لكم هكا بليدي طيبة تشوفوا كل شي يعني كيفا محتوطوا فيه ثاني هذو كوين يتحطوا الشموع تاع العروسة وفي بلاس تهاوين تقعد خدمت هذو كالمخايد مامهما في الغوز انتاع الحناء شوفوا البنات هذو كي ما قلت لكم اللي من جهة هذي حطت فيها هذوك الاسماء تاع الحناء يعني لصحاباتها وكامل البنات اللي ماشي من زوجات يحنيوا معاها يعني حويش هذو تاع الديكور وخدمت ثاني هذو درزة اللي راهي في القرقاف مكتوب فيها الاسم تاحها والاسم تالعريس والادات تاع الفاتحة التاحهم هذو درزة على بلش كون خدمها خدمتها راندا حبيبتي يعني اللي تحب الكونت تاحها نمدلها الكونت تاح راهي تخدمهم الله يباركي من تقونين وماشاء الله كيماراكم تشوفوا يعني الفيديو يعبر على نفسه تشوفوا الحاجة اذا راهي في نيابيا وتشوفوا الحاجة يعني اللي ما تعجبكمش شوفوا على شوفوا البنات هذو كلي لهم بالليل فوق يعني بهاو هذو ديكور جاء الله يبارك والكورسي ثاني حاجة اللي حلقت فيها راحتها بزاف هي كاين راح تكري واحدة اخر من بعد ما صلحتش بص حكرت هذا يعني كان يهبل ما شاء الله وهذو الاسم كيما قلت لكم بتاع البنات اللي راح يحنيوا معها بعد وهذو ليبوات تعليقاته اللي قلت لكم ونصور لكم بدأوا بالليبوات الليبوات حاجة طب يعني واحد الليبوات ما شاء الله جاين ملتحت تعخشب ومبعد يجيوا من الفوق بالنيلو حاجة يعني تهبل يعني اذا درتوا لي قاتو تعاكم عاليين هيكا راح يتحطو لكم نورمال ومش هيفزدو لكم بص كوراهم عاليين عكس هذوك الليبوات اللي جاين هابتين بالك تتخدموا قاتو كيما هاذا نوار يعني بالقاناش هكا يكون عالي تحطو عليها تقفلوا لابوات هذي كتاكم بالك يفزدلكم معن باليشانة بص حاذي البوات كيما قلت لكم عالين بزاف وملاح حاجة يعني طب حطتهم من هاذا الجهة هاذي البوات تعالقاته وما حكيت لكم ش ثاني عالي فراش اللي فرشاتو حطت لهم هذوك المخايد في الغوز ممهوما وليكوفير ثاني معهم يعني مع المخايد هذوك كل شدارته في الغوز يعني طعبي ثاني دارته في الغوز كلش ما شاء الله كيما قلت لكم تام تحاره في الغوز والكروفات ومع البلو شوفوا هذي الفلور اللي راه مع اللي طعب لهذا ما منيش عارفة اسكو اللي فلور هذو تاحة ولا مع الديقر ولا مع لا بالي اهنا راني قاعدار نصور لكم قبل ما يجو يعني غير الحكتان دلعروسة وكتلها خلي نفوت نصور لهم نحط لهم فلاشان يعني شوفوا ويديو افكار شوفوا اللي طعب الكفاح راهي حطتهم مربع ضاهم ونفوتوا هنا يا بعد ما جاوا دار العريس كيما راكم تشوفوا جابوا معهم هذو لبياس مونتي اه لا هي باركي يعني واحد اللي بدنا مش نورمال والله اللي بدنا تبنينا بزف بزف وماشاء الله كيما راكم تشوفوا مام هي راهي في الغوز نحكي لكم شوية على لبياس مونتي هذي راهي مخدمة عند قاتو نونو بوحمامة هذا بالنسبة لكم تتاحا فيسبوك وعندها ثاني قناة على اليوتيوب منوعات ام اي سراء راهي تبرتاجي معكم كل شعل حلوة صيفتها راهي في الضومان وتخدم لي كومونت تعليقاتو لي تارت خدمتها الله يبارك انا شخصيا خدمت عندها واغلب الجيران وصحابات يخدموا عندها يعني خدمتها ما شاء الله الله يبارك كانت هذي لاتارت من اختيار العروسة بيانسو وكيما تلبطها وقتلها خرجتها لها كيك هذي لبياس مونتي الله يبارك والبنا من نحكي لكم مش انا كروحت من الفاتحة اروحت معايا يعني تمورسو هكا من هذي لاتارت فوت به العشية هذي كامل واما تقول لي نقص شوية سكر وقتلها لغالب يعني بنا الله يبارك يعطيها الصحة في قناتها ثاني على اليوتيوب منوعات ام اي سراء راهي تبرتاجي روتيناتها كحلوة جيو تبرتاجي ثاني لي روسات تعليقات ولي تاخذي تدلكم الوصفة بكل مصداقية وتمدلكم ثاني لبريتاحهم وكيفها دخلت هي في هذا الضوماين ونجحت فيه وان شاء الله نتمنلها النجاح وتوصل وين بغات ان شاء الله بس كوا تستاهلوا انسانا ما شاء الله وهذي كلمة حق نفوتوا هنا يا لبنات الحنة طلع روس وتشوفوا ثاني شوي من العادات والتقاليدة نحنا الشاوية احنا عندنا كي يلحقوا لازم يقعدوا الساعة يشربوا ليجيء والماء ومبعدي تقهوة يبدأوا بزيرا ويويل بينهم اللولين بعد ليجيء والماء ومبعدي يفوتوا للقهوة مع هذوك لقات راديسيونال لقريوش والمقروت والبقلاوة مع التاي اكيد والمكسيرات ومبعدي يفوتوا اللي سالي ولا انا هكا نعرف نورمال مو دارو لهم كيما هكا بسكور اني دخلت شوي عروتار في وقت الحنة بعد ما قهوة وصيبوا بها فاتوا يديروا الحنة العروس يعني يجابوها ملا شون برتاحة هنا للصالون بها يحني ولها هذو هما العادات تاعنا احنا شاوية شوفوا هنا البنات راهم كانوا يحني والعروسة ومن عادتنا انه يقعدوا زوج بنات عزبة تحذر العروسة يهزولها الشمعة وحدة تكون من اهل العريس وحدة تكون من اهل العروس وهنا كانوا راح يقصوا هاذ لابياس مونتي تقصها العروسة وتضوق منها هي اللولاء ومباد يضوقوا كامل ليزان فيتي انتاع هذو الحنة المناسبة هذي هذي هي البنات نحكي لكم برك شوي على العادات والتقاليد التاعناحنا بعد ما يضوقوا من هذي لاتارت كامل ليزان فيتي يقصوا هالبنات يعني يخليوا نص الاهل العروس ونص ثاني يديوه دار العريس ما نعرف عندكم هذي العادة ولا ما عندكمش انا ثاني كنت نشوفها بكري ودركها نشوف الاغلبية نحاوها يعني العريس يخذ بلاتاق داعه وحده والعروسة وحدها ويبقوا هذو عادات والتقاليد وكل منطقة والعادات التاحة انا حكيت لكم برك هكا وشي ديرو احنا جيهتنا كل منطقة كيف ههنا راهم قاعدين يقصوا في هذي كلاب ياسمونتي كيما قلت لكم وقاعدين يمدوا في اليزاسيات يعني لهذو كريزان فيتي بعدها هنا يعطي لكم هذو تاع الحنة اللي دارتهم العروس يخي قلت لكم هذو راهم سيو كوموند خدمتهم مع هذو المخدة كامل في الغوز كيما راكم تشوفو هايلين مع هذو الخمسة الموطيف هذو راهو في هذو تاع الحنة وفي هذيك المخدة وما نساتناش حناية ثانية كتبت لنا كامل اسامينا هذو في هذو تاع الحنة تلمينا هكا وترنا لي فوتو مع بعضانا وهي ثانية دارت هذو حنة العروسة في الريال خدمتهم يعني يتشبه لتاعنا هذي هي وهنا تقريبا نكون وصلنا نهاية الفيديو ان شاء الله تنالاعجابكم ما تنسونيش بالجام والكومونتار وتبارتجيوها مع احباباتكم كومنت هلا وليسي اروحكم باي باي